لكننا صرفنا قبل مارس سنة 2002 مليون دولار بحلم وحقيقة مبنية على يقين وعمل لم يكن لدينا مختب ولا كرسي ولا طور والآن لنا 40 مختب في أكثر من 40 دول في العالم كان حلمنا أن نساعد يتيم وأرمالا أصبحنا بنساعد الناس بالملايين كان حلمنا أن نساعد غير المسلمين وكاننا تدخلات في هايتي وفي هايتي ونيبال والفلبين إلى آخره إلى آخره وبعض الدول الأفرقية مسلمين وغير المسلمين بدأنا متوعين تطوع شباب عندهم 17 سنة 18 سنة زي شابك ترقى على المعامل لو عادين تيكون توقفوا جنبي عشان أتشارك بليكم تعالي متوعين بدأنا الشباب زي دول في سنة 1984 حالياً عدد الموظفين في الإغاثة الإسلامية أكثر من 3000 أكثر من 3000 وعدد الموظفين وعدد المتطوعين بالآلاف والآلاف والآلاف آلاف والآلاف والآلاف أعلى خليقوا وراءنا في بريطانيا تأول مؤسسة إسلامية إنسانية في أوروبا أصبح في 4000 أصبح الآن بضع مئات للمؤسسات الإنسانية المؤسسات الإنسانية الإسلامية في أوروبا وأمريكا حلم. اصبح حقيقة بكم. انتم. كان لنا حلم ان نعم مؤسسات دولية. اصبح الان اننا شراكات مع المؤسسات الدولية. هذه الاحلام انتم حققتموها لنا. انتم حققتموها لنا بماذا؟ بدعمكم وبدعاكم وباستباركم وبتحدثكم عن الانجازات التي فعلتموها. الحلم اصبح حقيقة في خمسة وتلاتين سنة. ان اردنا ان لا ابن مجتمع لا تبنى المجتمعات بين عشيات وضحاة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم بنى المجتمع في خلال تلاتة وعشر سنة. وسيدنا موسى انقذ عليه السلام بني اسرائيل بعد ما اصبح نبيا سنين وسنين 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 وسنين. وسيدنا عيسى انقذ خلاف بني اسرائيل الضلة ها في بعثته. وسيدنا ابراهيم الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. فبناء المجتمعات بكم لا يأخذ يوم او عشية او ضربة حظ. مفيش حظ في بناء المجتمعات. البنات لو فيهم بارا ديبوا. تعالوا وانت خيو عندنا مستخبية. انا مش شايفة ومش شايفة. اه? فيها. تعالوا يا بنات كده. انت شايفها? كان فيو عندنا مستخبية اوضا. اه? فتعالوا انت او انا عارفك يا بتاعة البلمسية انت اتعالوا. اعطيتنا عوضية الخارجية دي. فالحلم بيتحقق في خلال عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة. فعزم منكم الصبر على البناء. ايه قيمة حياتنا? هي بقيمة ما نقدمه للمجتمع. ايه قيمة ايماننا? ايه قيمة ما نخدم من خلال المجتمع. ان كنا مؤمنين فلا بد ان نخدم. ان كنا مؤمنين لابد ان يتحول ايماننا الى عمل في احلاق وتعاملات وجودة وانجاز من اجل خدمة الفقراء والمساكين الى خليلها. هذا هو اليمان. اليمان مش في المسجد. اليمان مش في الكنيسة. اليمان مش في صدى او حفظ القرآن فقط. اليمان في ترجمة. السيارة المسجد والكنيسة والصدى. القرآن الى عمل. نستطيع ان نخدم به مجتمعاتنا. اليمان مواقرة في القلب. القلب وصدقه العمل. اجمل تبرعين. وصلونا من اتنين. هقولكم ينطبق عليهم جهد خير الصدقة. جهد المقل. جهد المقل. جهد المقل الى فقير المسجد. كنت في اليمن سنة الخمسة والسسعين. مدينة اسمها تعيس. كنت من صلى الجمعة. كان فيه المدبحة بتاعة سليبرنيسة كلكم عارف هنا. اللي بات فيها تمن تلاف. او تسعة تلاف او خداشر الف. لأقل الامتالة ايام. دبح. وقتل الى اخر. وكتبنا القصيدة عن بنت اسمها سعادة اختصبت فانتحت. وانا مختلفين. على انها ما تنزل وقالدي اصلاحها انتحت فح تخشي جانا. ما تنزل كده. لا تدري ما هي حالتها النفسية. انما اختصبت الفتاة. واخذت بروحه. ففي هذا المكان في تاعة بعصات الجمعة آتاني رجل. ينطبق عليه رمب اشعخ اخبر مدفوع من الاجواب. لا يقبل. لو اقسم على الله لابر. علينا في اليمن انها نقبل الاياني ونقبل الرأس. وانا ما اقبل رأسه لاتكون رأسه ضرابة. وعلى. وكذا وكذا وكذا. قال لي انا من سنتيم. او اتنين سنتيم. قلت له واقبل نص ريال يمنى. وربع ريال يمنى. وخمس ريال يمنى. فلما فتح ايده. كان الخمسة ريالات مهلهلة. قديمة. بالية. لكنه جهد مقل الى فقير في سر. تأثر بالاخوار تندائع قصوبنا. فدفع كل ما عنده. قبلها بسنة او سنتين كنا في بروكلين. في نيويورك. كنا بنتكلم عن الجنة. فخرج علينا امريكي المسلمين جديد. بوستن جديد. قال لان عندي تبرى. قلت له اهلا. اللي هو الكابون بتاع الطعام بتاعي. اللي انا هتعاش بيه النهاردة. تلاتة دولار. تقبلوه. اللي انا بزاكبه الله خير. هذه التبرعات. واولئة الاشخاص هم من يجعلوننا نستمر في العمل ونستمر في الانجاز بكم. من ملايين الى الخمسة ريالات. ومن ملايين الى هذا الكبون اللي احنا نتكلم عنه. فلذلك لما نتحدث مع بعضنا. ها لابد ان نحترم الفقير والمريض والجائع والمسكين والأرملة والمبتال كلها اولا. لان هما هيخشوا الجنة قبلنا بخمسمائة عالم كما قال مصطفى صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وهم الذين بدعائهم ستكتب لنا الجنة. وسكون باذن الله من اهل الجنة. وان شاء الله استثمرنا اليوم. مش في اليمن. استثمرنا في ابنائنا. في بناتنا. وفي احفادنا. ان استثمرنا في اليمن استثمرنا في مستعبل هؤلاء. ان استثمرنا في اي مكان في حاجة في المغرب ولا في افريقيا في النيجر في مالي في تشات في افريقيا في كل مكان في العالم. استثمرنا في بناء حياة ابنائنا. استثمرنا فيه. حينما ندع المال. ندعو في يد الاغاثة الاسلامية. انما ندعو في يد الله سبحانه وتعالى. فيربيه لنا قبل ان يسعد الفقير والارملة والمسكين والمحتاج والفقير والنازح الاخر. هنا ما ننظر الى هذه منظومة. والله يلقبنا. واننا نعطي مع الله سبحانه وتعالى الى الله في يده. كما كانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها تعطر كل صدقة قبل ان تدفعها للمسكين. لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد المسكين. وانتم من بنات وابناء عائشة. هم المبنين رضي الله عنها. هذه هي المسيرة. لقد انتهينا من اول خمسة وثلاثين عام. ستكون الشهر القادم يوم سبعتاشر يناير. وعليكم ان تكملوا الخمسة وثلاثين عام اخرى. من 2019 الى الفين اربعة وخمسين. والجيل الذي بعدكم يكمل مسيرة التالتة. من الفين اربعة وخمسين الى الفين كام تسعة وتمانين. وهكذا. البناء يستمر. البناء يستمر. البناء يستمر. لكنه سيستمر بكم. وبابناءكم. واحفادكم. وابيالكم. ان شاء الله. وانا اردنا نستمر في ابناءنا هؤلاء اسمك ايه? محمد الله. رأيت? ريان ريان. انت بات من ابواب الجنة. صح? انا اردنا نستمر في ريان ومحمد بسم الله ما شاء الله هؤلاء هؤلاء الاخر والاخوات. هلين الاخوة? اشتخبين الاخوة? مكسبين اه? ها? ان اردنا ان نستثمر في ابناءنا فنستثمر في ذوي الحاجة. كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس. هنا ما رأى رجل ان يعتكف في مزجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ها? قال لهم لقد سمعته. صاحب هذا المقام القبر. يقول. لان تمشي في حاجة اخيك خيرا لك من ان تكتكف في مسجدي هذا شهر او شهرين. قضاء حوائق المساكين والفقراء والمنكوبين والمغتصبات والمغتصبات الى اخره الى اخره الى اخره. فالايمان هو عمل. والايمان يقين. والايمان عطاء. والايمان حب. والايمان كرم. والايمان اخلاق. والايمان سخاء. والايمان بناء. والايمان حماية. حولوا الايمان الى بناء مجتمعي بإذن الله سبحانه وتعالى. اليمن لن ازيد عليها الان مع لها المال. لان اليمن محفوزة برعاية الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني واليمانيين هم أنصار رسول صلى الله عليه وسلم وهم من نشلوا الدعوة الإسلامية من أندوليسيا إلى الأندلس وكان منهم من ملوك الأندلس إلى آخر فمنهم الفقهاء والعلماء والعباد والزهاد والشعراء إلى آخر والملوك والفامحين إلى آخر فعيب علينا أن نرى يمننا تئن وتجوع ويعني تنزف دموعها دمنا ونحن نراها هكذا فالشهادة اليوم علينا في هذا المكان المبارك وهؤلاء الملائكة المئات والآلاف الذين أتوا اليوم ليروا جليل أعمالكم أن نريهم ما يسعد الله به وما يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به وما تسعد البشرية والإنسانية بهذا العطاء نحن لن لن نستجد إلى اليمن لأننا نعرف أن معناسهم من الكرم والجود والحب والعطاء والمنع ورقة الخلوب من السخاء والبسل إلى آخرين ونطرقكم في العاية لله لتقيموا هذه المساعدة أو العون لأينا وأخواتنا وأخواننا التي نتحدث عنهم محمد في كلمته ونرسل عليكم أنا أحبكم في الله تحبوني ألا لا أنا أحبكم في الله أنا أحبكم في الله جميعا نساء ورجالا وشيوخا وشبابا وأطفالا وإن أردنا أن يبني مستقبل أبنائنا فلا بد أن نستثمر فيهم ونرفع البلاء عن أبنائنا في كل مكان في العالم إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وأخرف الله عليهم وأخرف الله بönك الله فيك أخصر الله vita أكلم وإن الله تعالي ولدو الله شاهد على ذلك باذق الله فيك